توتر جديد بين واشنطن وأنقرة الولايات المتحدة خيرت تركيا بين السلاح الأمريكي أو الروسي ويبدو أن على أنقرة اتخاذ القرار قريبا مسؤول في الخارجية الأمريكية حذروا تركيا من أن استكمال صفقة طائرات F-35 الأمريكية معها معرض للخطر وذلك في حال لم تتخلى تركيا عن خطة لشراء منظومة S-400 للدفاع الصاروخي من روسيا الموقف الأمريكي يضع تركيا أمام خيارين إما الطائرة الأمريكية أو المنظومة الروسية F-35 هي طائرة متعددة المهمات شاركت في إنتاجها دول عدة إلى جانب الولايات المتحدة ومن بينها بريطانيا وإيطاليا أسرعت القصوى لهذه الطائرة 1900 كم في الساعة ويمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 2200 كم من دون الحاجة للتزود بالوقود تستطيع الاختفاء عن شاشات الرادارات ولهذا سميت بالشبح أما بالنسبة لمنظومة الدفاع الروسية S-400 فتعد من بين الأكثر تطورا في العالم وهي قادرة على التصدي لجميع أنواع الطائرات الحربية والصواريخ يمكن لـ S-400 تدمير أهدافها عن بعد 400 كم وهي قادرة على تدمير 36 هدفا في وقت واحد ويمكنها توجيه 72 صاروخا في آن واحد الكتيبة الواحدة للمنظومة الروسية تتكون من ثماني منصات قاذفة و32 صاروخا سرعة صواريخ هذه المنظومة تصل إلى 5 كم في الثانية واستجابتها للهدف تتم في أقل من 10 ثوان ومع تعدد خصائص الطائر الأمريكية والمنظومة الدفاعية الروسية فإن ساعة القرار اقتربت أمام تركيا من أجل حسم خيارها